لا هذا مو سامسونج جالكسي نوت 20 أولترا هذا ZTE Exxon 40 أولترا في أولترا وفي اسم مطول هذا التليفون وايد عجبني وعجبني أكثر وين توجه شركة ZTE مع الأكسون أولترا فئة الأكسون أولترا بشكل مو طبيعي من ناحية أن يتيب لك إمكانيات وايد قوية بسعر جدا جدا متنافس هذا ما زال أرخص أولترا ممكن أنت تشتريه ولما سويت المراجعة سنة الإطافة حق ZTE Exxon 30 أولترا قلت هل هو راح ييبلك كل أشياء أنت تحتاجها كأولترا ويحافظك على السعر المنخفض ولا لا ورح أقيم هذا التليفون بنفس الطريقة ويشوف إذا مع هذا التليفون يقدروا يحافظون على هذا الرتم العجب من سنة الإطافة بس قبل أن تعمقه بس قبل أن تعمق زيادة يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد بوعريكي لكن حاب تطلب هذا التليفون ترم موجود عندنا بشكل رسمي في عامل العربية أو على الأقل في موقع رسمي مع الإمارات الرابط مانا راح يكون موجود تحت مع أسعارهم الرسمية الاتداء راح تكون 750 دولار 750 دولار أمريكي حق 8 رام 128 أو 8 256 عن الحلوة الحرام خنتأكد من هالشيء 8 رام 128 هذه النسخة اللي أنا موجودة معاي على فكرة جربت التليفون مع 8 رام 128 لأنه يعطيك أصلاً من ناحية الرام virtual memory يقدر يزيد لك فإذا تسوي extend رام لي 6 ف6 زائد ثمانية راح يكون عندك أنت هنا 14 رام خسوة ريستارت الحين عشان نشوف الأبليكيشن اللي يميز هذا التليفون هي جودة التصنيع ولغة التصميم حسناً سجناً هو وايد يشبه السامسونج جالكسي نوت 20 أولترا وهذا بحد ذاته يعني أشياء كثيرة لأنه حتى يشبهها من ناحية شنون الحفة صايرة مات التليفون إنه نازل مكان الدقم وهذا شيء صراحةً أتقنتها سامسونج عقب فترة ZTE أتقنتها من أول إصدار وهذا ثاني إصدارهم فعلياً يأخذو لك لقد التصميم مالة النوت بشكل مطبيعي أوه بالشكل المصندق من الأمام مثل ما أنتوا شايفين حادة تكون الحواف أكثر زائد إنه يكون في نوع من الحفة الجانبية علشان تعطيك مسكة أفضل لما تستعمل التليفون بشكل عام لما تي تمسكها رح تستوعب بشكثر وهو يشبه السامسونج جالاكسي نوت لكن نقطة تبيع الأساسية مالة هذا التليفون إنه فعلياً ما في خرم ولا نتو ولا حفة ولا شيء الكاميرا صارت مخفية تحت الشاشة وهذه لأيش أقول لك ياها نقطة تبيع أساسية لأن الأمام التليفون ما يبلك أي شيء ثاني يديد مقارنة مع تليفونات الفلاكشيبس اللي موجودة بالسوق فحتى لما قارنة مع ZTE Exxon 30 Ultra كنت متحمس حكذاك التليفون لأنه فعلياً كان أول تليفون بالعالم يبلك ثلاث كاميرات بثلاث وضعيات وثلاثتهم نفس الميجابيكسل كاونت 64 ميجابيكسل هنا عندنا نفس الكاميرات نفس السناسر اللي كانت موجودة السنة اللي طافت 64, 64, 64 واحدة رح تكون عادية واحدة رح تكون زاوية عريضة واحدة رح تكون تلفوتو تلفوتو معزوم فعلي يوصل ياك لـ 60X فالكاميرات مو سيئة لكن ماكو شيء يديد حافظتلك عليهم هالسنة 63, 64 مثل ما انتو شايفين ويشتغلون بشكل جداً مناسب عندك انت تهمة فلايت سنسر عشان يعطيك أوتوفوكس بشكل سريع واتشكر منهم وأشوى أن ما زادوا لك كاميرا رابعة بس جذي إلا حطوا لك ثلاث كاميرات بثلاث وضعيات وكلهم يشتغلون بشكل جداً ممتاز ياريت يقدر أقول نفسي شيء عن أهم كاميرا لأنها نقطة تبيع الأساسية مات التليفون الكاميرا الأمامية لأن الأمامة سيئة ومو سيئة لأنها فقط تحت الشاشة لأن في كاميرات ثانية جرتهم كانت تحت الشاشة بميجابيكسل أقل تعطيني أداء أفضل قاعد كاميرا سامسونج غالكسي زي فولت 3 على سبيل المثال أتوقعها سيئة لأن شركة ZTE لأول مرة معنها قاعد تشتغل على هذه التقنية صالها سنين يمكن هي أكثر شركة نزلت تليفونات بكاميرا تحت الشاشة إلا أنهم حسوا أنه خلاص هما متمكنين أن نزلو لك الكاميرا بهذا الشكل أن يعطونك الفول بيكسلز اللي عادة تغطي عليها وتحصل كاميرا تصوير مناسب علشان تستوعب هذا الشيء الكاميرات اللي تكون مخفية تحت الشاشة إذا أنتم شايفين مكان هكاهو هنا بالضبط تشتغل أنها تخلي التليفون يسكر البيكسلات اللي تكون موجودة جدامة يطفيلك إياهم علشان الكاميرا تقدر تلتقط صورة من تحت الشاشة ومن تحت البيكسلات فلما تقلل عدد البيكسلات اللي تكون دار ما دار الكاميرا رح تحصل تصوير أفضل لكن رح الشاشة يبين أن مكانها ناقص البيكسلات فيكون واضح أن في مكان هني كاميرا مخفية فالمسألة تصير يا أنك أنت تحط بيكسلات كثيرة نفس اللي سويتها ZTE مع الأكسون 40 أولترا عشان ما يبين أن هذا مكان كاميرا مخفية وبالمقابل تحصل نتائج سيئة للكاميرا أو الخطة الثانية أنك تسوي نفس السامسونج جالكسي Z Fold 3 على سبيل المثال أن أنت تقلل البيكسلات اللي موجودة دار ما دار الكاميرا وصير يبين مكان الكاميرا حتى لما أنت ما تستعملها لكن بالمقابل لما تصور الصور تطلع الشكل أفضل فلما ينشغل الكاميرا مثل ما أنت شايفين أو شيء يعطيك أناميشن يراوي كويني الكاميرا موجودة تماما مثل ما قلت لكم بهذا المكان ومن أنت تأتي الطالع حتى لما يأتي الطفل بيوتي مود راح تلاحظ كثير الكاميرا فيها نعومة كاك عشيغون فيها نعومة وراح أريكم صور الحين أنا بعد ما تقطتها بالأجواء لما يكون برا من أحتيها بروسسينج يزيد لك الحدة بس إلى الحين وايد وايد تعتبر سيئة وهذا الشيء للأمانة ما يطبق على الكاميرات الثانية اللي موجودة على هذا التليفون أنه يشتغلون بشكل جدا مناسب الحين هذا أنا أول سلفي خليتها لما حصلت التليفون وايد زيئة لأمانة مرة ثانية الحدة رايحة مع أن عندك أنت هناك كونت عالي تثرم الشعر اغسل يدك يعني هذا الشيء لما تأخذ انت بعين الاعتبار أنه هي نقطة تبيع أساسية لأمانة التليفون الكاميرا اللي لاحين ما راح تقدر تعتمد عليها من ناحية كاميرا أمامية حتى ما تحط بورتو تنوود مثل ما انت تشايفين ويعطيك حتى الهيلو افكت لأنه يمكن يأخذ نعكاساته من الشاشة نفسها فلا لأن الحياة ما تشتغل بشكل مناسب فعشان تذيه حماسي هالمرة مو كثر آخر مرة لأن النقطة تبيع الأساسية مع التليفون ما تشتغل بشكل مناسب فإذا أتغاضى الكاميرا المخفية تحت الشاشة شنو عندي غير عن ZTE Exxon 3 أوكي معاري جديد بس لنمرة ثانية يابلك نفس الكاميرات الموجودة هني يابلك نفس جودة التصنيع نفس لغة التصميم نفس البصمة الموجودة بالشاشة ايها الأبعاد الشاشة نفس نوع الشاشة تردد عالي سيأتيك من ناحية الرفريش ريت يوصل إياك لـ 120 هرتز مع سنة الإطافة إذا ما نغلطان كان 144 هرتز مرة ثانية هذا بسبت أنه محطوا لك الكاميرا تحت الشاشة تغريباً نفس حجم البطارية صارت 5000 ميلي أمبير مقامتها مقامتها بالـ 4500 ميلي أمبير بس نفس سرعة الشحن 65 واط ففعلياً يشحن بشكل أبطأ أتوقع فهمت غصلي هو مو تليفون سيء بس لما قارنة مع التلفون سنة الإطافة إن بلا يعتبر سيء أشتري تلفون سنة الإطافة ممكن تحصل أشياء أحسن شحن يعتبر أسرع لأنه بحجم البطارية أقل كاميرا ممكن تستفيد منها كسلفي أمامية زائد تردد أعلى 144 هرتز بسعر أرخص من الموجودة هنا فعشان هذا اللي أنا أضايقني بهالتلفون أن النقطة بيع الأساسية الكاميرا الموجودة تحت الشاشة ما تشتغل بشكل مناسب اللي خليني أتغاضى الأشياء الثانية أنا قاعد أدفع لها السعر أكثر علشان يخلي هذا التلفون مميز بس إذا أنت تقدر تتغاضى هذا الشي خلنشوف باجي مواصفات التلفون فالتلفون شكله وايد حلو بسبت أنه ما عندك أنت أي نوع من الحواف أو النتوء اللي تكون موجودة يعطي تجربة مستخدم مميزة وأداءة جدا ممتاز نظام التشغيلي قريب حق الاستوك ما عندك أنت إضافات أو حشو إضافية بشكل كبير كل الأشياء اللي زادوها تعتبر مناسبة علشان تساعد تجربة المستخدم إنها تتحسن منها حتى البرسوناليزيشن إلى آخره فسنادراجون 8 جن 1 12 جيجابات ذاك العشوائية يوصلوا إياك أنا الموجود عندي هنا مثل ما قلت لكم 8 رام وزدنا إحنا Virtual Memory إلى 6 فيعطيك فعليا 14 رام تقدر تزيد هذا العدد من الرام حتى على النسخة الثانية اللي أصلا هي فعليا تكون 12 رام عليه أندرويد 12 ما يدرى متى يحصل أندرويد 13 وعليه آخر أصدار من أندرويد سكورتي أبديت وهو أكيد مالجولاي فتليفون من ناحية التحديثات المفروض ما يكون عندك أنت مشاكل الحين لا حتى وإن أنا قاعد أستعمل التليفون طبعاً يسوي تذي بسبة الكاميرا والبروز ما لها بس كل التليفونات اليوم فيها بروز وكل كاميرات تسوي تذي الحين كاميرات الـ 64 ميجا بيكسل الثانية تشتغل بشكل جداً مناسب تذكرني الناس تليفون مالسين اللي طافت وين قال لي خراويكم إياهم؟ فمرة ثانية تصويرهم يعتبر جداً ممتاز هذه الحين لقطة إحنا ماخذينها من العدسة الأساسية بأجواء مثل ما أنت شايفين صحوة يعني الجو صحو تشتغل بشكل جداً مناسب مع الإضاءة الطبيعية هذه مع الألترا وايد كلهم 64 ميجا بيكسل هذه مع الزوم وإنت الزوم تلقائي تقدر تزيده من ناحية الـ 64 لأنه راح تكون تلفوتو هذا الزوم على طول يطلع لك بالكامل بدون أن أنت تسوي أي نوع من الـ Digital Zoom بس إذا سوينا Digital Zoom أو الـ Hybrid Zoom مع الـ Telephoto Lens راح يكون في عندك مشاكل نفس إصدار الإطاف وهذا عادة يعني الشركات ممكن لها تقدر تتقنه عندك هني هم سلفي كاميرا كابل أجواء طبيعية مثل ما تشايفين فيها نعومة للحين ما تعدل هذا شيء هذا الـ Halo effect هذا اللي تكلم عنه مع الإضاءة والتغبيش اللي انت ممكن تحصل اللامتيتها بتصور فيه والنعومة اللي ما تقدر تضغضاها نهائيا خلنقضب الشاشة هنا عشان تشوفون الصورة خلنقضب الشاشة هنا عشان تشوفون الصورة بشكل مناسب هذه العدسة العادية مرة ثانية تشتغل بشكل جدا مناسب الـ Dynamic Range ولا أروع الحدة هالؤمور هذي كلها راح تشتغل بشكل جدا جدا مناسب هذا الـ 3X Zoom بدون أن أنت تسوي أي شيء إضافي ما الـ 64 ميجابيكسل مثل ما تشايفين يشتغل بشكل ويد حلو وهذه الـ 64 ميجابيكسل أوترا وايد اللي هم بعد تعطيق Dynamic Range ممتاز معي إضاءة طبيعية ولا ولا أروع حريص أن أشوف كيف تشتغل السلفي بجميع الأوضاع ما قدرت أحصل ولا مرة لقد تكون مرضية من ناحية السلفي كاميرا أو الكاميرا الأمامية الموجودة على التليفون بجميع الأوضاع الآن من العضاء الليلية راح تشتغل هم بعد بشكل مناسب من ناحية الحدة والنويز تكون قليلة ومع الزاوية العريضة ومع التلفوتو كلهم يشتغلون تغريبا من نفس الطريقة مع حتى يعطيك نوع من الـ Dynamic Range لما أنت تتصور بالليل وهذا الشي ويد ويد حلو وعادة ما تحصل على تليفونات ويد كثيرة من ناحية الأجواء الداخلية لما أنت تتصور هم بعد راح تحصل حدة ممتازة يعتمد لك على الذكاء الاصطناعي طبعا بشكل ويد كبير وهم بعد الـ Huey وتشوف النويز وشون يقدر يقلل لك تليفون كاميرته جبارة الثلاث كاميرات الموجودين من الخلف والكاميرات الثلاثة الموجودين من الخلف الـ 16 ميجربيكسل الأمامية هي المخربة على الموضوع عشان تريد مرة ثانية إذا أنت تقارن مع ZTE Exxon 3 اللي نزل السنة اللي طافت أنا أشوف التليفون أجدر لأن يبلك الثلاث كاميرات الموجودين هنا من الخلف بنفس الأداء والقوة يبلك نفس الكاميرا الأمامية 16 ميجربيكسل بس لأنها مو موجودة تحت الشاشة تشتغل بشكل ويد أفضل يبلك نفس الشكل ما للتليفون والتردد العالي مال الشاشة 144 هرتز أعلى من الموجودة هنا ويبلك بطارية 4500 ميجربيكسل الأمامية حاسيت أنها تعطيك نفس الكفاءة وشحن أسرع يعد لأن زادوا لك سعة البطارية هنا بس بدون لا يزيدوا لك سرعة الشحن فسدد وقارب من ناحية هذا الشي ليحن يعتبق خيار موفق إذا أنت كنت لا تستفيد من السلفي كاميرا بشكل ويد كبير لنصدقني ما منها فائدة وآخر نقطة أحب أثيرها أن أنا أحب التليفونات تغريني بشكل مطبيعي إذا تقدر توقفها بهذا الشكل لأنها تكون متوازنة بشكل مطبيعي وتسطح إليها عايشة فيه من الجوانب السفلية والعلوية والنعومة أو الحواف اللي تكون موجودة على الجنب اللي تخلي مسكة التليفون وتكون ولا أرواح سامسونج أتقنت هالشي بس ZTE مع إصدارين بس أقدرت أنها تصل إلى مستوى سامسونج وممكن نتناقش إذا تتجاوزت هذا الموضوع ولا لأ حط ببالك نقطة أخيرة العيوب اللي كانت موجودة بZTE XM3 ترى اللي حم موجودة هنا نفس ما في شحن لاسلكي مقاومة حق الماء والغبار هلومور اللي حم موجودة فهلو هو أولترا لما أنا بأشياء معينة E بس أشياء ثانية لا يا دوب برو حط هالشياء بعين اعتباره نتوقع بس سامسون على طال القصور سنودكم تعيشون أحمد وعركي أحمد وعركي